طيب هنروح كمان لفنان مصري تاني اسمه ميناء جابر امين وده من صعيد مصر موهبته بقى ايه اللي استطاعت توصيله كمان للعالمية من خلال ايه موهبته بالرسم تحدى بيها قيود جديدة وفتح مجالات لنفسه وافق واسعة واستطاع كمان ان هو يحصد ملايين المتابعات على السوشيال ميديا وناس كتير بتشجعوا سواء في مصر وفي العالم وطبعا اشتغل ببرتريهات الفنانين واهدى كتير من الفنانين كمان البرتريهات بتاعته اللي تفاعلوا معاها بشكل ايجابي وزي ما حرقكم شايفين يعني روعة الفنان المصري المبدع احنا كمان معانا على التليفون الاستاذ ميناء جابر امين الرسام الجميل اللي شايفين حرقه ورسوماته وابداعاته اهلا بيك يا ميناء منورنا اهلا بحضرتك اهلا بيك يا قلبي وسعداء جدا ان احنا بنشوف اعمالك الفنية دي وانت يعني فنان صعيدي اصيل لكن استطعت كمان انك تروح في رحلة فنية مميزة فرنسا وغيره كلمنا شوية عن ابداعاتك دي وبتعرضها فين وازاي ناس تتابع اعمالك ابداعاتك فرنسا دي اعتبر هيتقام في شهر 9 اللي جاي انا كنت عامل معرض في روسيا اتعمل اول شهر 5 اللي فات ده تم معرضه في روسيا وتم معرضه في المركز استقافي الروسي هنا بالقاهرة جميل جدا ومعرض فرنسا بان شهر 9 اللي جاي انا هيقام ان شاء الله في فرنسا انت بتستخدم ادوات ايه في الرسم معظمها بلاك ابيض واسود بترسم بي او بتستخدم ايه انا مركز على اعتبر على شامتين اللي هم الفحم والألوان الزيت اه خلي شغله كله يعتبر بالشامتين دول وبتحب انت فن البرترين بشكل خاص واضح اه مركز جدا على البرترين انه فيه وقعية حلوة خالص يعني انت بتطلق البرترين كانوا يتصور في تغرافر يعني احنا شايفين عشرات البرتريهات يعني الفنانين كتير اعرضت او بعدت اعمالك دي الفنانين قبل كده او تفاعلوا معاك او يعني مين اكتر ناش شجعتك بردو لو تقلن اه رسمتي الفنان عاد الامر بالكده ويتفاعل معاها اه جميل جدا كان شوفناها من شوية كانت جميلة جدا واشاب بيها هو هو رد عليها يعني هو تفاعل معها على الخاص الله جميل جدا جدا طيب انت عندك كم سنة شاكك صغير عندي اتنين وعشرين سنة اتنين وعشرين سنة وعملت معرض في فرنسا ومعرض في روسيا بتقول اه معرض في روسيا اه كان في شهر خمسة لفات جميل جدا انت طيب اشتغل على ايه دلوقتي اه حالين شازل على معرض بتاع فرنسا يعني اه اللي لسه يتعمل في شهر 9 اللي جاي طيب جميل جدا اللي عايز بقى يشوف اعمالك في مصر انا فيش معرض في مصر او كده او يتابع شغلك ازاي عندك انستجرام الفيسبوك على الصفة بتعطي على الفيسبوك يعني على الفيسبوك اسمها ايه اه باسم يمينة جابر جميل جدا يا مينة احبو نتمنى لك التوفيق وبنشجعك انك تستمر وان شاء الله هتبقى فنان كبير وعظيم لان شاء الله فعلا حلو حلو جدا 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 بنحقيق مرتاني الله يخلك شكرا